السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا مع بعضيات نوحة درس خفيف ورائع ممكن تستعملوا في الحاشية ديالاكمام وكذلك في الحاشية ديال القب فتابعوا مع الفيديو نشوفوا يعني الخطوات من البداية فأول حاجة غادي ناخد خيط مبروم على ثلاثة شعرات أو ربعة شعرات يعني بالنسبة للدرس ممكن تستعملوا ربعة شعرات يعني مشي إشكال فغادي نتبط الخيط وغادي نجيل هنا الآن ندبة غادي نبدأ نرتافع باش ناخد العدد ديال الغرازي اللي غادي نخدم بيهم هنا الاختيار ديالالوان هو اختيار عشوائي يعني غير الالوان اللي كانوا عنديهم وليخدمت بيهم فهد شي علاش يعني الالوان ما تدوش عليهم بزيف غير شوفوا معايا غير الخدمة فهنا كما قلت لكم غادي نرتافع بعدد ديال الغرازي اللي غادي نحتاجوهم فهنا هي هادي الغرزة اللولة شوفوا معايا يعني الخيط هدا هو الاتجاه ديال الخيط وغادي نرجع الهنا فغادي نطلع الابرة بهذا الشكل هادا ونرجع في هديك الغرزة يعني هدي الطريقة اللي تنبدو بيها وكتكون مضمونة يعني انها تعطاك العدد ديال الغرز اللي انتي بغايت فهدي ما غادي نرجع الهنا ومن بعد غادي نمشي لهي فغادي نجيل هاد المكان هادا لاحظوا معايا هني جيدا انا غادي نخدم هنا غير ثلاثة الغرزات فشوفوا معايا كيفاش غادي نحسبوهم البدية ديما كتكون وحد شوية سعيبة لانا ما عندهاش فش يعني تشد فديما كتكون سعيبة شوية ولكن من بعد ما اللي غادي غير نفوتو اللولة هديك الساعة غادي تولي تقريبا ساهلة يعني لانا غادي غادي عندنا وحد الاساس اللي نشدو بيه فلاحظوا معايا هني جيدا انحسبو واحد شوفوا معايا هنا واحد اثنان ثلاثة انا هنا في هاد الخدمة هدي بغيت غير ثلاثة الغرزات يعني ما بغيتش نخدم كتر ممكن طبيع الحال انكم تخدموا كتر ولكن انا بغيت الخدمة تكون خفيفة ويعني تكون خفيفة وفي نفس الوقت آنيقة طبيع الحال اللي بغيت يعني توضيف فهي تزيد المهم هنا ارجعنا بغرزة وحدة وغادي نخلي هاد الغرزة الوسطانية هدي ما غاديش نخدمها وغادي نجيل الغرزة الثالثة يعني هادي رقم ثلاثة هي اللي غادي نخدم عليها هالطريقة هادي هي اللي كتسهل علينا الخدمة وفي نفس الوقت تسهل علينا الحساب باش نقدروا ان احنا نخدموه يعني العدد يكون مضبوط فمن بعد متى الضرب يضرب في التوب غادي رجعي لهاد الفاراغ كما يعني هاد الفاراغ هاد غادي نضربو فيه الضربة اللولة يعني الغرزة اللولة هنا خسنا نعوض يعني هنا غادي نبدو نرجع هادوك ثلاثة الغرزات اللي كانوا عندنا فغادي نزيد الضربة الثانية في نفس الفاراغ وغادي نجيل الراس هنا را عندي غريزة صغيرة فغادي نخدم احتها هي بهالطريقة انا عوضت ورجعت هادوك ثلاثة الغرزات اللي بديت بهم الخدمة لاحظوا معاي جيدا هاد هاد الطريقة اللي احنا بدينا بها ماشي هي الطريقة اللي غادي نستمرو بها في الخدمة هو غادي بان يعني من بعيد نفس الشكل ولكن البديا ما كتكونش هي نفسها الكمالة يعني غير اللولة ركزوا معاي غير في هاد البديا هاد اللولة وفي الثانية اما في الثالثة والرابعة وهذا را نفس الطريقة ديال الثانية نمو بغا تفهموا معاي هاد الشي من بعد ما نجاوزو هاد المرحلة هاد غادي نتفهمو كيفاء لاش انا قلت لكم ركزوا معاي في المرحلة اللولة وفي المرحلة الثانية فهنا كيف ما شفتو هادك الغرزة الوسطانية دي ما تندير فيها جوجة الغرزات وغادي نجيل الراس نخدم هاد الغرزة هاده هي الثالثة طبيعة الحال وهنا غادي نرجع فيها الخدمة هي رائعة بالنسبة للسيدات اللي تيبغيوا ديروا الراندة عادي ديروا فوق منها الدرس فهدين قدروا نعتبروها كقاعدة تخدميها ومن بعد دير فوق منها اي درس بغيتيه سواء درس يكون كبير في الحجم او درس يكون صغير في الحجم يعني كل واحد يخدم بالحاجة اللي بنت ليه مناسبة فالان انا غادي نخدم في التوب فالان من بعد ما ضربنا ضربه في التوب فهنا سوف غادي نرجع وغادي نخدم الغرزة اللولة واحد وغادي نخدم كذلك الغرزة الثانية ورقم ثلاثة دي ما هنا غادي يعني نفس العدد بدينا بثلاثة غادي نبقى وغادي نخدمين على ثلاثة اللي بغادي ترتافع كتر فمال افضل تستعمل يعني خمسة تقدر تستعمل حتى ربعا ما شي اشكال المهم من بعد ما رجعت هذيك الغرزة الفوقانية لاحظوا معايا مزيان غادي نهبط دا بعد الهبطة هذي هنا العدد كله وحده يعني تاخد العدد دي العوينات اللي هي بغادي هذوك الكبارين موم احنا غادي نعاودوا دابا نكملوا هاد الاخيرة هذي اخيرة بالنسبة لي انا حيث نبغيتها تجي كبيرة بزاف ولكن تقدروا تخدموا يعني كتر العدد اللي بالكم مناسب فالان هذي الثالثة فغادي نجر الخيط ونرجع دائما ترجعوا في هذ الغرزة اللي كتكون عندنا في الرأس كما قلت لكم غير كتبدو كتخدموا كتسهل شوية القادية موم هنا احسبوا معايا واحد جوج ثلاثة ربعة انا هنا درت ربعة العوينات كبار او الغرزات كبار تقدروا تضيروا خمسة تقدروا شوفون تومق العدد اللي بالكم مناسب والان غادي ندروا الحبكة دابا غادي نحبك على هذيك العين اللولة الحبكة راكم شوفتوا معايا الخيط يعني ديمكن ندوروه الجهة ديالنا بهذا الشكل هادا فغادي نحبك يعني الحبكة اللولة والتانية والان غادي نوضع الحبكة رقم ثلاثة ورقم أربعة انا بغيت ندير ربعة الحبكات باش نعمرها مزيان وما يبقاش عندي ما يبقاش يبين هذك الفاراغ يعني بغيت الكاملة تجي عامرة ما يبقاش عندي الفاراغ فلاحظوا معايا غادي نجيل هذيك الغرزة التالتة وغادي نخدمها يعني ضروري نخدم هذيك الغرزة رقم ثلاثة هادا ربعة الحبكات بحل احنا غادي نحسبوهم غرزة واحدة لاحظوا معايا جيدا غادي نرجع في هذيك الغرزة التالتة يعني دية رقم ثلاثة وغادي نخدمها وغادي نخلي هذك ربعة الحبكات اللي احنا حسبناهم غرزة واحدة وغادي نجيل الراس علشان انا قلت لكم هذيك الطارقة دية الولا اللي احنا خدمناها راها ماشي بحل الطارقة دية التانية نحن هذيك بحل غادي نعكسو الخدمة غا نبدو ديمة نضربو في الراس مباشرة عادة غادي نكونوا هاد هاد خدمة هذي فغادي نرجع ونوضع الغرزة الاولا والتانية ركزوا معايا غر على حاجة وحدة هاد الشكل التاني اللي احنا خدمناه هو اللي غادي نكملو بي الخدمة يعني بها الطارقة هذي باش احنا غادي نكملو حتى يعني يتواصلي للنهاية دي العمل ديالك وصافي يعني كل واحد على حساب شنو وكي اخد دين فالان من بعد ما اخدمنا في التوب فغادي نرجع هذي الرجعة هذي وغادي نجي للراس كما قلت لكم ديما غير تنضير هذيك الغرزة الاخرة وتنشينيشا للراس يعني الغرزة الاخيرة اللي عندي وتنرجع نعمر بجوج واحد جوج وهنا رقم ثلاثة فهذي هي الخدمة سهلة بزاف وضغياكة الدورة يعني بالزر بتكمل الخدمة اللي عندك واللي بغا تعتبرها كقاعدة للدرس ومن بعد توضع عليها الدرس يعني سواء يكون الدرس كبير او الدرس صغير اللي بغا تخدمها غير بوحدها بحلاكة يعني بساطا يعني قميس ولا قفطان يكون شي حاجة خفيفة فتقدر يتدوريها غير بحلاكة وصافي يعني عادي يجي خفيف وفي نفس الوقت يجي آنيق وكيما قلت لكم يعني هاد فجز ويناد الخدمات قدروا تتخدموها شوفو انتمو والدوق ديالكم والخدمة اللي انتمو ما بغيتو فانا الان غادي نكمل حتى نوصل هادوك ربعة العوينات اللي انا باغة فغادي ندير هنا واحد ونجي للراس ونوضع هادي الغرزة رقم ثلاثة فادي ما كنخليها ديك العين اللي كتكون عندي في الوسط وهنا غادي نرجع شوفوا معي واحد جوج ثلاثة ربعة دي ربعة الفراغات فغندير بعدها هاد الغرزة هادي هادي غرزة عادية والان غادي شوفوا معي جيدا الخدمة كيفش دايرة واحد جوج ثلاثة اربعة ندوروا الخيط هدول اتجاه دي الحبكة فغادي نرجع بالابرة وغادي نعمر هنا فهنا تنعمروا كما قلت لكم في البداية درت ربعة الحبكات فهنا غادي ندير ربعة وهدوك العوينات كما قلت لكم يعني كل وحدة تدير اللي بغيت تقدروا توصلوا حتى السبعة ماشي مشكل فهدي الطريقة المهمنا غادي نضيفوا حد وحدة غير غادي نحاولوا ان احنا نسرعوا شوية في الفيديو المهم غير باش توضاح الفكرة وصاع في ديالهد باش تعرفوا باللي نفس الطريقة اللي احنا خدمنا بها الثانية هي اللي غادي نكملوا بها الخدمة فنخليكم تشوفوا الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتنصف والان حبكة شوفوا معايا مزيان غادي نحبك الحبكة اللولة والان الحبكة التانية والحبكة رقم 3 كما قلت لكم في البديل اختيار ديالالوان رائع شوائي تماما يعني غرى الالوان اللي كينين متوفرين وما اللي خدمت بيهم فخلي ديما الغرزة اللولة ما تخدمش ونجيل التانية إلا بقيتوا غادين بحلاكة يعني تخدموا اللولة تخليها والتانية تخدموها فغاد جيكم الخدمة مزيانة ورائعة جدا فديما ثلاثة الحبكات ديولي هما اللي غادين بقى غادة أخدام عليهم هنا كما قلت لكم أنا خليت لكم حرية الاختيار كلها وحدة تدير دريس اللي يعجبها شوفوا انتم اللي بغيتوا تقدروا تديروا كذلك ذيك النصف دائرة وتعمروها بالحبكة حتى هي كتجي مزيانة كتجي بسيطة غير هي تقدر يعني تقدر بحلة تلوة شوية يعني كتبان مو معتصبين وذك شي تقدر ما تتحافظش على الحجم ديالها إلا درتوا أديروا فوق منها دريس خفيف باش يشدها مزيان ومتبقاش تعواج بحلة كتبقى تعواج كتبقى الدور ولا أديروا غير هاد درس وهني وراسكم يعني غير هاد دريس خفيف وبسيط خصوصا إلا كان قميس أو قفطان فغديجي رائع جدا كنتمنى أن هاد الفيديو ينال إعجاب ديالكم واللي كتشوف القناة لأول مرة وإعجباتها بطبيعة الحال فكنتمنى أن تشترك معنا في القناة باش يوصلها دائما لجديد وشكرا على المتابعة